تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل محطة رفع مياه السماكين بمدينة أبو صوير بالإسماعيلية لخدمة ما يقرب من أربعين ألف مواطن تأتي المحطات من عدد كبير من محطات المياه والصرف الصحي التي تم افتتاحها خلال المرحلة الحالية لتخدم أهالي محافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هو بيخدم حوالي أربعين ألف ألف نسمة والرفع ده متقل انتجاه بتاعته 8000 متر مكعب يومي وهو بتتكون من الترمبتين كل ترمبة 100 لتر سينية وفيه مولد وفيه حال نكولور نهائي بيتم في الخنتمينات الأرضية الخنتمين ألفين متر مكعب أكدت وزيرة التجارة والصناع نيفين جامع أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية وعدد من قيادات الوزارة وأشارت الوزيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية على جانب آخر أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة اشتراتات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية شكرا شكرا